لأنها لم تستقر على وضع لا داخليا ولا خارجية تقفز حكومة تصريف الأعمال الفرنسية على خيبات متتالية أخرها اعتراف بخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية خطوة أشعلت فتيل غضب عديد الأحزاب والشخصيات السياسية الفرنسية وجرت معها مواقف الإدانة والاستنكار الشديدة ضد القرار الفرنسي بوصفه انتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الأممية إن الحزب الاجتراكي يدين هذا القرار الأحادي ويعرب عن قلقه إزاء عواقبه لن تبرر أي حاجة ملحة مثل هذا الإعلان يلعب الرئيس حيلة اتصال من دون رؤية سياسية تتناسب مع المدى الطويل أحزاب وشخصيات فرنسية وصفت خطوة مقه وحكومته بالاستفاف إلى جانب الاحتلال وتجاهل حقوق شعب يتطلع إلى الحرية وتقرير مصيره هذا الاعتراف سيؤدي إلى عواقب سلبية على المستوى الدبلوماسي في عام 2024 ما زال المغرب يحتل الصحراء الغربية ويحاول أن يثبت نفسه هناك أكثر فأكثر من أجل تطبيع هذا الاستعمار إنها النقطة المشتركة للدول المستعمرة من ردود الفعل الفرنسية المدينة تطورت الأمور إلى مستوى الفعل بدعوة البرلمان إلى إجبار الرئيس الفرنسي على العدول عن القرار الأخير أخبرت الرئيس ماكرون أن بلدنا لا يستحق موقفه المؤيد للمستعمر كما دعوت رئيس لجنة الشؤون الخارجية إلى الرد باسم البرلمان حتى يحترم القانون الدولي إنني أدين موقف رئيس الجمهورية هذا والذي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وعلى الأخص مع مبدأ تقرير مصير الشعوب على رئيس الجمهورية أن يحترم القانون الدولي وعلى الأمم المتحدة بذل كل جهد ممكن لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية كما يجب الامتثال إلى أحكام محكمة العدل الأوروبية ولئن حاول ماكرون ضبط إيقاع المنددين بزعم المصالح الاقتصادية فقد فشل في لعب دور الحامل مصالح بلاده فما وراء هذا الستار؟ حقيقة أقر بها الحزب الشيوعي الفرنسي مفادها نوايا الإليزي في مواصلة نهب طروات الصحراويين بعدما انفلتت السيطرة منه في دول إفريقية أخرى يجب أن يختار الصحراويون مصيرهم بأنفسهم ومن خلال الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الأراضي الصحراوية فإن ماكرون يؤيد المشروع الاستعماري الذي بدأه الحسن الثاني بالدم والعنف والذي يكمله الملك الحالي دون مراعاة القانون الدولي إلى الوراء تخطو باريس خطوة أخرى بطلها رئيس أيد الاحتلال أثناء احتفال باريس بالسلام والأخوة العالمية عبر الأولمبياد بتبنيه طرحا كان وما زال أصلا نزاع وواجهة لاختطاف حرية الشعب الصحراوي وانتهاك الشرعية الأممية والقانون الدولي اشتركوا في القناة